بتحب السينما أكتر ولا التلفزيون؟ كاميرت السينما أكتر ولا التلفزيون أكتر؟ وهو كل حقل زي السمار المختلفة يعني كل حقل ليه مميزات وليه شغل وليه طريق أداءه كمان يعني أنا على المسرح لازم أعتمد على التيب وعلى الشكل في التلفزيون ما بين المسرح والسينما شوية يعني الأداء يعني أقرب للطبيعي وفيه برضو شوية انفعال السينما لازم تسبتي كل العضلات بتاعت الوش وتبقى التركيز في العينين أغلب الوقت يعني يعني مش في الكلوز والميديومات بس أغلب الوقت الواحد يعني ما بقاش مزعج للمتلقي مثلت مع ناس كتير مع كبار كثر مين كان نفسك تمثل معي؟ في السينما؟ في السينما أو مصرح أو؟ أنا مثلت مع عبدالله غير زمان في موسى بن مصير وفاكر التجربة بتاعته كانت وعبدالله كان بيسموه الشديد كان يمسك المشهد كده صفحة صفحتين يبص عليه كده يرمي الورقة ويخش على الكاميرا لا يخطئ لا يخطئ كان عنده ذاكرة بسم الله من شاء الله عليه لا يخطئ وهي لغة عربية سليمة لغة عربية سليمة بالتشكيل وكل شيء مصبت نفسه تماما فأول مرة أشتغل مع عبدالغيس في موسى بن مصير كنت أنا بعمل رجل قوقازي يعني رسول جاي يتفاوض معه في موضوع الأندلس والبتاع فهو وإحنا بنشتغل أثناء التصوير كنت بصور في ريونان في أثناء التصوير يعني يزوم كده فبعد من خلص المشهد قال لك أنا عايزة عيد هو عبدالله كان كان التمثيل أياميها إزاي سوريا في تعبير يعني إزاي أنا أكل اللي قدامي ده أسرق الكاميرا أنا الوحدي بالزبط كده يعني فيه ناس كانت تعمل حاجات يلعب في منديل في جيبه يعمل مش عارف إيه قال يسرق الكاميرا بالطريقة الأرتفيشيال دي صنع دي فأنا ما بيصنعش أنا ممثل الله يرحوه أنا ممثل يعني مش عايزة عمل صنع عايزة عايزة الشخصية بجد وبتفاعل معه بجد هو بقى يعمل إيه كالجيل الجيل ده كان بيعمل إيه يقوم عالي الطبقة فبقى أنا بره الطبقة أنا قوم عالي الطبقة معاه ينزل بالطبقة ينزل بالطبقة معاه يعمل شوية فبقيت محير بالنسبة له بعد ما خلصت خالص أنا رجعت القوتيل هو خلص قبل مني ومشي لقيت وعمل لي دعاية وده الممثل الكبير العظيم عبدالله غيس يا سلام اللي قوم في ود لسه طالع جديد سبحانه وتفاعد سليم انتظروه الوقت ده هيبقى ممثل كايز يا سلام الله العظيم بعد جيل عبدالله غيس والكبار اشتغلت بقى مع جيل أحمد زكي نور الشريف ما اشتغلتش أطار كبيرة اه هو نور الشريف اللي خدني الحقيقة هو بنفسه في فيلم مانش فاكر اسمه ايه الحقيقة قديم برضه بعد المهاجر بعد المصير أسف بعد المصير مباشرة وانا في المصير قال لي احمد انت معاه في الفيلم اللي جاي طب سريعا كده نور الشريف كلمة عن نور الشريف لا رحمه ده رشح لمهارجان كان ورايح على انه هيستلم الجايزة لأسباب ما اه فنان كبير مع انه كان صناعي كبير بس لا يمكن تقول ان دي صمع انه كان بيذاكر جدا ده كان عامل استوديو ببيته ويشوف نفسه في الشخصية ومن ضمن الحاجات في عمر ابن عبد العزيز اعلم يعني انه بعد ما خلص المشهد وروح البيت وبيراجع مع نفسه زي احنا يعني راحت يحلم كده انا عملت الدور ده ازاي وكان المفروض اعملي ازاي واللحظة دي كان المفروض اصبت فيها كده يعني فهو اعمل ده مع نفسه جي تاني يوم للأستاذ جاح العالمي قاله انا عايز عيد المشهد كما مع محمد رياض بالمناظر اشتركوا في القناة